كنت طرحت نقطة مهمة جداً تأثير تغير أحمال البدنية لللعبة في المنتخب على عاملة الإصابات هل الإصابات نتجع عن أنك انت الأحمال البدنية الموزعة على اللعبة في المنتخب لها تأثير ولا لا في الإصابات الحية اللي لافتة جداً معنا على الهاتف الدكتور وليد عبدِالبائي طبيب الأهل السابق دكتور وليد أهلاً بك أهلاً أهلاً صاحب الرحيم زي الأحوال تحيات وتحيات المعنى سعد لي الله يوصلوا تحياتنا يعني إحنا نسعد نحن بمعاكم مهار دي ربنا خليك يا دكتور دكتور وليد طرحنا سؤال إيه مدى تأثير اختلاف الأحمال البدنية بين لعيبة المنتخب في الأندية بتاعتهم لما بيروحوا المنتخب هل تغير الأحمال البدنية وجرعتها سبب من أسباب الإصابة الأول هل فيه تنسيق بيبقى بين المخاطط الأحمال هنا ومخاطط الأحمال النادي فيه تقرير بيتاخد من الأندية هو دي النقطة اللي عايزة أتكلم فيها يعني دي أهم حاجة في الموضوع إن المشكلة من اللي بيقع عليه التدريب هو اللاعب واللاعب ده مشترك ما بينهم جميعا لازم يبقى فيه تواصل ما بين الأجهزة سواء أجلس المتخب والأنبية أو لو كان بيلعب اللاعب كمان فيه من منتخب ناشئين وبيلعب في نديه مثلا في أكتر من فرقة في النهاية اللاعب هو اللي بيقع عليه الحمل التدريب لو ما فيش تنسيق ما بين المدرب وما بين المدرب اللياقة أو الأحمان ما بين الأماكن وبعضها هيبقى في نهاية يعليه اللوم أو العياقة العليه الإصابة هو اللاعب فبالتالي لا بد من وجود تنسيق ما بين الأجهزة المختلفة علشان نبقى نوصل في النهاية الحاجةين الحاجة الأولانية نحن نقنن الحمد للعياقة على اللاعب ونحن نقدر نحدد الفرقات الفردية ما بين اللاعب والتاني لأن فيه أنبية بيبقى فيها أحمال أعلى مدربين مختلفين في كل الأنبية مدربين أحمال مختلفين في النهاية عايزين نوصل لتقنين حمل جيد علشان ما يبقاش فيه حد عندنا مصاب النقطة التانية نحن نوصل للتوازن اللي المفروض نحققه ما بين الحمل البدني وما بين اللياقة البدنية وما بين فترات الراحة والاستشفاء لأن فيه لعيبة مثلا بتشارك في منتخب شباب وبيلعبوا في نبيهم ممكن يشاركوا في فرقتين فرقة أكبر وفرقة أصغر فبالتالي يعني كده بيلعب كتير هل هو فعلا فيه حد مسؤول عن أنه هو يقننه والحمل اللي المفروض يبقى بيقع عليه فترات الاستشفاء بتاعته أو فترات الراحة المفروض الحاجات دي تبقى فيه تنسيق عشان في النهاية ما يحصلش إصابة لللاعب الجزئيب تانيا إن إحنا برضو عندنا مشكلة في معايير التقييم البدن يعني ممكن اللاعب يبقى فترة إعداد في النادي وعندين يروح المنتخب يتقال لا ده محتاج إعداد تاني إحنا نعمل له إعداد تاني وهكذا فبالتالي يعني إيه المعايير بقى يعني إحنا بنخضع إحنا لمعايير فردية ولا بنخضع لمعايير بأجهزة يعني إيه المعايير اللي بتحكمنا يا دكتور دلوقتي والكلام على المعايير في فترة المعنى كنت مسؤولة عن النشاط الرياضي في النادي الأهلي وبعدين تواصلت مع المركز الألوم باكتشفت إن فيه أجهزة لقياس الأداء العضلي عشان يقول العضلة دي صغيرة العضلة دي كبيرة عشان يبقى أسرع يبقى أنم العضلة دي يعني كان فيه عندنا أحد الرماه الأبطال أفريقيا والتحليل العلمي طلعا قبلته ضعيفة على رمي الأرس نتخيل يعني ده يعني أنا كنت في اللقاء من حوالي أسبوعين كده في القناة وكنا يعني تكلمنا برضو من فترة على أن إحنا كنادي أهلي كان نفسنا نحن نعمل وحدة قياسات وحدة قياسات دي فيه جهاز اسمه آيزو كايناتك تبادي وفيه جهاز للبلن نقدر أن إحنا عن طريق الأجهزة دي على الأقل يبقى فيها عندنا فكرة علمية لتوزيع الكتر العضلية وقوة القوة الكتر العضلية والتوازن ما فينا نحن طبعا يعني نقدر نعمل كده بشكل علمي يبقى معها الجزء البشري في التقييم وده لابد أنه يبقى موجود لأن إحنا صعب أن ننزيه ده لابد أنه يبقى موجود لكن يبقى مصحوب بيه جزء علمي في أن إحنا نقدر نقيم الكتر العضلية وقوة وتوزيعها فأنا شايف اللي يبحث يا دكتور تقدر تتنبأ عن احتمال تعرض العضلات للإصابة أو تقلصات الطويلة طبعا لما يبقى فيه مثلا حوالين مفصل معين فيه عضل أقوى من عضل وربنا خلق لنا العضلات متوازن يعني فيه التقابل ما بينها لو فيه نحية أقوى من نحية تانية ممكن إصابة بالمفصل أو حوالين الحوض أنا أعتقد ده أحد أسباب إصابات وطر أكيل أحد أسباب إصابات وطر أكيل ممكن طبعا لو هي يعني كل أسباب الإصابات ممكن اللي هي الإصابات العضلية بالذات ممكن إن إحنا نقدر نحطها لها تقييم لو إحنا فعلا حطنا بعض المعايير العلمية شوية في تقييم الوبع البدني اللي يعني الجزئية التانية اللي كنت عايز أتكلم فيها اللي هي مراعاة الجانب النفسي برضو اللعيب لما بيتحط تحت الضغط الجامد ويبتدي يبقى الضغط من النادي والضغط من المنتخب والضغط من الجامعة هو خايف على نفسه إن هو يبقى أداءه مشوية المراعاة الجانب النفسي ده من الحاجات المهمة جدا الجزئية برضو التغذية وامتابعة الأوزان تنبيه على اللعيبة برضو في سلوكياتهم في لعبهم مع بعض يعني ما يبقوش خشنين في لعبهم مع بعض يعني نبقى مراعيين بعض اسلوبهم في الإصابة والتعرض للإصابة وإن أنا اسلوبي إن أنا أما أدخل ما أدخلش يعني بغشامة شوية إذا ما بيقولوا لما أقع أقع بالطريقة الفلانية يعني يبقى في نوع من المرونة كده والرشاقة علشان ما بقاش كل شوية بتعرض لإصابة والحاجة الأخيرة المهمة جدا مراجعة أرضية الملاعب هو ده السؤال يا دكتور هو ده السؤال هل أرضية الملاعب عندنا ليه هذا التأثير المباشر؟ آه بس إحنا عايزين نتفق أن أولا أن الإصابات مدام بنلعب لعبة كرة قدم لازم هيبقى فيه إصابات بس بالنسبة المعقولة يوم ما بتزيد الإصابات نبتد ندور على الأسباب والأسباب يعني كتيرة يعني يعني فيه معاملات كتيرة أو معاملات كتيرة ممكن تبخل في المعاملتي فاكتور دي يعني ده ممكن أكتر من ثبت إحنا ما نقصدش إن الملعب يبقى الملعب إذن هم بتوع الملعب اللي عمليه مشكلة أو لما بتكلم في التدريب يبقى إذن اللي بتوع اللي عمليه مشكلة لا هو وارد تيجي الإصابة بسبب يعني مشكلة من أحد هذه الأمور وممكن تيجي الإصابة من يعني كل واحد قدل عليه وربنا تقدر إنه لا فيه إصابات يعني ده طبيعي إحنا لما نتكلم على أرضية الملعب أه طبعا دي أحد الحاجات المهمة جدا جدا دي بيضع فيها اللاعب ثقته وبيلعب عليها وهو يعني يعني متطم من الله يوم ما يبقى فيه أي مشكلة في أرضية الملعب أو تؤدي مثلا إنه هو يقع وقعه أو رجلية تلف لفة أو يبقى فيه تحميل على مفصل زي الركبة أو يعمل جنبه وينزل على حاجة فيها حفرة أو بتاع أو النجيلة عالية شوية فالحل عالي أو النجيلة مش مرشوش يعني في حاجة أول للنجيلة الصناعية برضو رد الفعل بتاعها بيبقى قوي شوية على المقاصل كل دي حاجات ممكن تعمل مشاكل الحاجة الأخيرة برضو نحن لازم نعمل معايرة لأجهزة الجيم اللي إحنا بنلعب فيها أو اللي إحنا بنعمل فيها الفتنس أو اللياقة البدنية لأن برضو الأجهزة دي في النهاية أجهزة مصلعة فلابد أن يبقى فيه معايرة دورية وأنا أظن أن الناس المصدين على الجيم بيعمل وأنا طبعا نحن ما نقصدش حد بعينه أو نقصد فيه المشكلة جاية من نحية محددة إحنا بنقول كل العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث الإصابة علشان نحاول أن احنا نتجنب أما أنها هتحدث آه هتحدث ده قدر الله إحنا بنتكلم بس إن احنا عشان ما تكترش الإصابات عشان ما تطولش الإصابات علشان ما تتكررش الإصابة في نفس المكان إيه دي الحاجات اللي تخلينا نبتد نباحث دكتور وليد الله يكسر فيه عامل فاكتور الناشئ هل الناشئ في الأندية بيطلع متأسس عضليا صح هو طبعا الناشئ بيطلع متأسس عضليا صح حسب اللي تعرض له على مراحل عمره بس هو الناشئ يعني المستهلك على ما بيجبر يعني بيبقى خاصة لو يعني بيلعب في أكتر من فرقة مثل فرقة الأكبر وفرقة الأضغر لو تعرض لإصابات كثيرة في أثناء حياته طبعا على ما بيوصل لسن الكبير يعني بيبقى مستهلك شوي لكن هو لو هو يعني مشي ومر في مراحل الأولانية من عمره واستطاع أنه هو يبقى تحت تدريب مقنن ويبقى ما فيش اتفاضات طبعا بيبقى مؤسس مؤسس بدنيا وخبرة ومهارة بيبقى في أعلى حاجة ممكن يستفد منها لو هو فعلا مر ومؤسس بشكل جيد وبالتالي الاهتمام بالناشئين في التأسيس وفي المتابعة ده أمر مهم جدا جدا لأنه ممكن في النهاية يعني أقد اللعيبة بمنتهى الخبرة والاحتراف والثقة والأداء البدني تمام يا دكتور متشكرين جدا على تواجدك معنا ويعني أثرت لنا بالجانب العلمي وده مكان مهم جدا نشكرك أكرمكم يعني أستاذ إبراهيم شكرا لدكتور وليد عبدالبي وليد عبدالبي وليد عبدالبي